اختتمت اليوم فعالية الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي والتي نظمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس العلى للطاقة في دبي تحت شعار قيادة العمل المناخي من خلال التعاون خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء العالميين وفي كلمته اكد معالية ان القمة العالمية للاقتصاد الأخضر اسهمت في حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخية هذا واختتمت القمة باطلاق معالي السعيد محمد الطير نائب رئيس المجلس العلى للطاقة في دبي والعضو المنتدى بالرئيس التنفيذية لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر اعلان دبي الثامن